اه هسا زيانكم بس قبل ما نبدأ المتابعة بعد الوان زون اه معنا الدكتورة اثنان المعادل العائلة المطبيعية التجمع الثامس. اه بعد طبعا اه اه سلونا بعد الدكتورة اثنان رعياء على الطبي المتركين الخاص بجروب اف تلاتة وعشرين اه نبدأ نعمل متابعة مع ورثة الوان زون. كده الصوت واضح مش مونس? لابد. فضلت. اولا نورت الدون بلا. من ايه خليك? ده منور بصحابه اكيد. اه بص هو انا طبعا يعني بشكر كل الحضور وبشكر كل الناس اللي بتفزل معك مجهود لسبب. اه هقول رأيي اللي هو يعني يا شاهدتي مجروحة انا قلته على الملأ قبل كده. اه انت بتقدم شيء انا شايفاه انه هو خبرة. اه اه وقت كبير قوي. انت بتقدمه زي كابسل كده او كابسولة لله لحاديثين التخرج للمصاممين للناس اللي عايزة تحترف في مجال الهوكشوف دراوينز. اه بص هو المجال او اللي انت بتعمله ده بش مهندس مش بجاملك. بس دي حقيقة ودي عن استادز واحنا اه كديزاينرز وكا اكاديميين بنتجه الاتجاه ده دلوقتي. احنا في السوق محتاجين ناس بتفهم في التكنيكل بس. مش محتاجين ديزاينرز خلاص. احنا محتاجين ناس بتعرف تصدر ملفات مرسومة مزبوط جدا. هو ده المطلوب دولاتي في السوق. ولا محتاجين ديزاينرز ولا محتاجين يعني محتاجين برضو اه الحتة بتاعت اه الناس اللي بتعمل الناس اللي بتعمل اه اه اختيار اه اه ماتيري سيليكشن حسب الديزاين دول برضو اه الفيلد ده يعني لسه متملاش ومحتاجين في ناس. لكن الحتة بتاعت التكنيكل دراوينز دي مهمة جدا. سواء في الانتيري ديزاين او في الفيرنتشر. اللي اتنين عندنا قصور عنيف في السوق فيهم. وده مش كلامي. ده كلام خبراء سوق العمل. ومن خلال تخصصي في المعايير الاكاديمية اللي بتلبي احتياجات سوق العمل. اقدر اقول لك بشكل قوي من خلال اللقاءات الاخيرة. ومن خلال المشاركات المجتمعية الاخيرة. كل الناس بتنادي انه الكمبيتشنز العالمية تتحول جزء منها كبير. ما لا يقل عن سبعين في المية تكنيكل. ده متخيل انه دلوقتي المسابقات العالمية اتجاهها تروح انه اللي يقدم ديزاين يقدم معا تكنيكل. وتكنيكل مزبوط مش تكنيكل اللي هو اسقطات. لأ. تكنيكل مزبوط. ازاي الفابريكس دي اتعاملت وازاي اتجمعت. عشان كده انا بحب جدا. ودايما كنت اقول للناس كلها. انا بشجع المهانس محمد الكشف هم الناس متخيلين فيه مصلحة شخصية. والله العظيم ما فيه اي حاجة خالص. انا بس بحب فيك ان انت دقوب. دقوب. بالك طويل. وعايز الحاجة تبقى تطلع مزبوطة. يعني انا كاكاديمية ده مش موجود. ده مش موجود في في الستاف الاكاديمي. محدش عنده طولة البال دي. او يمكن عشان الاعداد. يعني عشان الاعداد وعشان العبء التدريسي. ممكن ما يكونش فيه التفاصيل الدقيقة جدا جدا. ان كل دكتور او كل قام بتدريس يركز وكل تفاصيل اللي انت بتعملها دي. فانت دقوب. وانا بتمنى لك التوفيق. وده انا قلت لك قبل كده احنا مش مكسبنا مادي. احنا مكسبنا دايما بيكون الجهد اللي بنمزله. ما بيروحش هضر لانه ما فيش شغل بيروح ربنا بيضيع جهدك في فراغ بالعكس. بيعودك. بيعودك في صحتك. بيعودك في حب الناس. بيعودك في ساقة الناس. بيعودك في كل حاجة. يعني انت لازم تكون فاهم ان انت بإذن الله هتستفيد. ما فيش حاجة هتروح منك. ونصحتي لكل المشتركين او كل اللي عايزين يشتركوا. اه حاجة مهمة. عايزة اشكرك عليها. ان انت لسه محافظ ان التخصص مهم. بجد شكرا 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 يا بشوانس محمد لان دي من من ضمن المشاكل اللي بتقابلنا في النقابات. اه كويس ان انت لسه محافظ على ان المتخصص في التصميم الداخلي هو اللي من حقه انه يطور من مهاراته عشان يوصل للمستوى ده. عشان لو فيه فرصة شغل. الاحق بيها المتخصص. مش الحق بيها. كل الناس من حقها تتعلم وكل الناس من حقها تطور مهاراتها. بس لازم يا فيك تتافق للفرص. ده مهم اوي انت انت بحافظ عليه. انا يعني انا بحييك keep going. اه حاجة مهمة المتابعة. وانت ربنا يعينك عليهم وعلى كل يعني انت بتتبع من different cultures. انت عندك ثقافات متعددة. عندك المصريين وعندك من برا مصر وعندك الشام. يعني انت بتتابع ما شاء الله من كل حتة. فدي برضو ده جهد مش سهل. ده جهد ده انتبطل ما شاء الله عليك. فطبعا دي حاجة كبيرة. وانت بالنسبة لنا علامة. بقى اسمك علامة في الوطن العربي. ودي حاجة حلوة. انا قلتلك ان انت هتوصل لده في وقت قريب. والحمد لله انت حققته. اه مبروك يا محمد. وربنا يبرك لك. ويا رب يفرح قلبك. اه وبتمنى من كل المشاركين ان هما زي ما انت بالك طويل. هما كمالهم يبقى بالهم طويل علشان يوصلوا اه للحرفية اللي انت محتاجها. لان انا شفتك من ضمن الحاجات اللي انا بشكرك عليها. ان انت بدأت اه اه اللي اتعلم معاك والتزم. انت بدأت تصدر له شغل. وبقيت انت باب رزق للناس اللي انت علمتها. وانا قلتلك انت بتعمل حاجة مهمة جدا وانت مش اخب بالك. انت بتعلم وبعدين بتكافئ اللي اتعلم بجودة ده ان انت بتدي له شغل. دي اكبر حاجة ممكن تعملها في حياتك ان انت تكون سبب في رزق بني ادم. فربنا يبرك لك. اه انت بتجاهد واحنا بينجاهد وكل واحد بيحاولي يتعلم حاجة جديدة. انا عايز اقولكو ان انا مش دكتورة في الجامعة. انا تعلمت من محمد حاجات كتير جدا. وسمحني اقولك محمد. اه يعني اتعلمت منه حاجات تفاصيل دقيقة. انا بعملها اه بس يعني مش بمنتهى الحرفية اللي محمد بيحافظ عليها دي. محمد انت ما شاء الله شاطر. شاطر. مش مجاملة. دي ده دي حقيقة. وان شاء الله باذن الله ربنا هيكلل جهودك دي كلها بالنجاح. والتوفيق وهتبقى في حتة احسن من كل الناس. بالتوفيق لكل المشتركين. بالتوفيق لكل المتابعين. اه بتمنى ان شاء الله باذن الله تبقوا في احسن مكان. وصدقوني كل حاجة انتو بتبزلوها من وقت او مجهود او تعب. مش هتروحها الفاض. بالعكس هتلاقوا اه المحصلة بتاعتها اه حاجات كتير او. اه بتمنى انتو تصقوا في كلامي. انا ما ليش اي مصلحة شخصية. خالص والله. انا من وقت للتاني كده متابعة محمد بتوحشني. فباخد انرجي منه. وبرجع كده اروخ شغلي. وبحس ان لسه في ناس بتحاول تعمل حاجة مهمة. وبتحارب عشانها. فانا بحس ان انا مش لوحدي. فاتمنى ان انتو تبقوا مقدرين ده. وتوصلوا لده معانا. لان احنا من غيركم مش هنعرف نحقق اهدفنا. بالتوفيق وربنا يا كريم اكي باش مهندس. وبالتوفيق لكل المشاركين. موسيقى